ربما كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها الانفصال بين جسدي ووعي أو روحي لم أعد أشعر بالألم أو ديق التنفس اختفت الأعراض الجسدية من لحظة إلى أخرى وكان لدي هذا الشعور بالعودة إلى الوطن شعرت بأنني محبوبة ومحمية بشكل لا يصدق لذلك على المستوى العاطفي كانت تجربة رائعة على الرغم من أنني لم أفهم في تلك اللحظة ما الذي كان يحدث بالضبط كما لو أنني أخرجت من هذا الحادث الفضيع ومن اليأس الذي شعرت به قبل ثواني وكأنه قد فتح باب وجاء شخص ليأخذني أهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام طيب الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة تنذهب اليوم في رحلة إلى عالم الروح مع قصة السيدة نينا هيرتسبرغ التي عاشت تجربة رائعة في الاقتراب من الموت عندما تعرضت للقتل عن طريق الخطأ كما كان لديها تجارباً روحية أخرى وبسبب تلك التجارب اكتسبت قدرات خاصة وأصبح بإمكانها التواصل مع الأرواح في العالم الآخر كما أنها تعد من أهم الوسطاء الروحانيين في ألمانيا أود الإشارة هنا إلى أن نينا ذكرت في الحلقة السابقة حيث أنها هي الوسيطة الأولى التي أخبرت البروفيسور لازار أن زميلة ابنته المتوفات كانت ابنته في حياة ماضية تقول نينا في هذا اللقاء مررت بتجربة الاقتراب من الموت عندما كنت في الخامسة من عمري بالنظر إلى الماضي كانت تجربة مهمة وعاطفية جداً وجيدة بالنسبة لي لكن بالطبع كوني في الخامسة من عمري كان أمراً مأساوياً للغاية ومن الصعب جداً التعامل معه في ذلك الوقت كنت أزور أجدادي وجدي كان مدمناً على الكحول وأساء معاملتي وفقاً لأفراد الأسرة كان معروفاً أنه قد يظهر نوباتاً من الغضب من وقت لآخر لكن لم يعتبره أحد خطيراً حقاً وفي الثمانينيات لم يكن موضوع الإساءة برمته شائعاً أيضاً لم يكن لدى والدي أي فكرة أن شيئاً كهذا قد يحدث وإلا لما سمحا لي بزيارة جدي أثناء الإجازة لقد كانت جدتي محبة للغاية وكنت دائماً أحب زيارتهم على الرغم من أنني أخاف جدي قليلاً ولكنه أثناء التجمعات العائلية أظهر سماتاً لطيفة في بعض الأحيان أعني أنه لا يوجد أحداً شريراً تماماً وبينما هو في حالة سكر خنقني وجعلني غير قادرة على التنفس في البداية حاولت محاربته وحاولت استنشاق بعض الهواء ولكن بعدها كانت هناك لحظة توقفت فيها عن القتال وذلك عندما لاحظت كيف اختفى الخوف والذعر والرعب الذي شعرت به في هذا الموقف في غضون ثوان خرجت من جسدي وشعرت وكأنني أطفو فوق السرير كنت أشعر بقدر لا يصدق من السلام لم يعد العنف الذي تعرضت له للتو مهماً لم يعد هناك أي ارتباك بعد الآن لا غضب ولا حزن شعرت على الفور بالحب والحماية وأن كل شيء على ما يرام ربما كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها الانفصال بين جسدي ووعي أو روحي لم أعد أشعر بالألم أو ديق التنفس اختفت الأعراض الجسدية من لحظة إلى أخرى وكان لدي هذا الشعور بالعودة إلى الوطن شعرت بأنني محبوبة ومحمية بشكل لا يصدق لذلك على المستوى العاطفي كانت تجربة رائعة على الرغم من أنني لم أفهم في تلك اللحظة ما الذي كان يحدث بالضبط كما لو أنني أخرجت من هذا الحادث الفضيع ومن اليأس الذي شعرت به قبل ثواني وكأنه قد فتح باب وجاء شخص ليأخذني أتذكر أنني نظرت إلى الوراء بينما كنت أطفو فوق جسدي لذلك نظرت مرة أخرى إلى الغرفة وتمكنت من رؤية المشهد بأكمله بما في ذلك جدي وما فعله بي ولكن لم تعد هناك أي مشاعر مرتبطة به بعد الآن لم أعد خائفة أبدا في الواقع لم أهتم حقا بما كان يحدث في الأسفل لقد كنت سعيدة بترك جسدي خلفي لأن ذلك لم يعد مهما بعد الآن شعرت أن الغرفة مظلمة أساثها كان مظلما تماما أيضا كنا في شهر فبراير ولم يكن المكان مضيئا ولكن أصبح كل شيء مضيئا فجأة وكلما ابتعدت عن هذا الجسد كلما ازداد النور وأصبح كل شيء أكثر إشراقا من الصعب وصف هذا النور لأنني شعرت به من حولي لكن في نفس الوقت قمت بتجسيده بنفسي لقد كنت واحدا مع كل ما حولي ومع الآخرين إنه مثل أخذ قطرة ماء من المحيط لا تزال تحتوي على جميع المعلومات من المحيط وإذا تمت إعادتها فإنها لا تزال عبارة عن قطرة ماء واحدة ولكنها في نفس الوقت متصلة بالمحيط بأكمله شعرت أن هذا النور يحتوي على كل شيء ولم يكن مشرقا فحسب بل كان ملونا ومليئا بالأصوات والألحان لقد كانت تجربة لا نعرف مثلها هنا ولكن كل إنسان يحملها في داخله وما زال لديه تلك المعرفة عنها والشوق إليها وحالما تنضم قطرة الماء هذه إلى النور يتعرف المرء على نفسه كنور من جديد قد يبدو الأمر غريبا لكن لا يمكنني شرحه بأي طريقة أخرى ونظرا لأننا جميعا نحمل هذا النور الإلهي بداخلنا حتى لو كان مغطا بحجاب فنحن جميعا على دراية بهذا الشعور على مستوى أعمق وعندما نختبره عند الموت حتى في أسوأ الأوقات سنشعر بالخفة ونختبر أجمل الأوقات في لحظات لم يعد فيها الأنا موجودا أعتقد أن ما يهمه حالة التدفق كما لو استمر المرء في المشي حتى النقطة التي لم يعد فيها يدرك أنه يمشي حيث يشعر بالارتباط مرة أخرى بنوره دون الانفصال وسيكون الأمر هذا هو جسدي هذه هي مشاعري وأفكاري بالنسبة لي شعرت وكأنني بقيت هناك لنصف ساعة ولكن في الواقع ربما كانت بضع ثوان فقط أبعدت فيها نفسي أكثر فأكثر عن هذا الموقف شعرت برغبة في الاقتراب أكثر من الوطن وكان هناك العديد من الأشخاص أو الأرواح من حولي الذين لم يكن لدي اتصال مباشر معهم بالرغم من ذلك في لحظة واحدة كان هناك شخص أعرفه من مكان ما أعتقد أنها جدتي الكبرى التي توفيت لسوء الحظ بعد ولادتي مباشرة لذا ليس لدي ذاكرة حقيقية عنها ومع ذلك كان كل شيء يبدو سهلا ورائعا ومتناغما للغاية بالنسبة لي وكنت في أمان مطلق إذا اختبر المرء مشاعر الأمان والعودة للوطن فعادة لن يرغب في العودة إلى جسده مرة أخرى فأنا لم يكن لدي أي نية للعودة ولكن لم يسمح لي بالبقاء بأي طريقة كان هناك صوت يخبرني أن وقتي لم يحن بعد بدى الصوت مألوفا بشكل لا يصدق لقد كان داعما للغاية وجميلا جدا في الواقع لكن ما قاله جعلني أشعر باليأس فقلت في نفسي لا ماذا يقول لي هناك ماذا جرى هذا لا يمكن بدى لي الصوت رجوليا ولهذا أشير إليه بهوى لقد واجهت هذه الحالة كثيرا في وقت لاحق من حياتي بسبب تجارب أخرى عنيفة جدا ارتبطت مرة أخرى بجدي وأصدقائه شعرت بقوة من خلال عالم الروح أن هذا الألم الذي اختبرته والقتال بين الجانبين كان بمثابة مهمة بالنسبة لي من أجل أن أفهم الألم في هذا العالم بشكل أفضل وأنه لم يحن وقت عودتي إلى الوطن بعد لا يزال لدي شيء أفعله هنا قد يختبر العديد من الناس ما مررت به حتى لو لم يسبق لهم تجربة الاقتراب من الموت فقد يكونون قد مروا بأنواع أخرى من المعاناة ويتوقون إلى الشفاء أرى أن لدي مهمة مرتبطة بتجربتي بخصوص هذا الأمر وبرغم رفضي للعودة شعرت حينها وكأنني أرسلت مرة أخرى وكانت عملية العودة سريعة بشكل لا يصدق لم أستطع محاربتها على الإطلاق كان الأمر بمثابة سحب نحو جسدي وهذا هو الشيء الفضيع بالنسبة لي شخصيا حيث لم يسمح لي بالبقاء هناك شعور كما لو أنه غير مسموح لي بالبقاء في الوطن وفي غضون ثوان وجدت نفسي مرة أخرى في جسدي وهو ما كان مؤلما للغاية أتذكر أنني عندما عدت كان جدي يبدو متفاجئا ومصطوما وكان يضربني باستمرار على خدي أعتقد أنني ربما عدت بسببه بعد كل شيء لقد كان في حالة من الغضب لدرجة أنه لم يلاحظ أنني كنت أفتقر إلى الهواء لكنه لم يكن يقصد قتلي هذا ما أعرفه وأخبرني بوضوح شديد أنه ليس من المفترض أن أتحدث مع أي شخص حول هذا الموضوع واستخدم أسبابا منطقية ولهذا السبب لم أتحدث لقد قمت بحماية عائلتي من خلال القيام بذلك لأنهم لن يكونوا قادرين على التعامل معه وهكذا عرفت عندما كنت طفلة أنه ليس مسموحا لي أن أخبر أحدا ونتيجة لذلك لسوء الحظ وقعت حادثة أخرى بعض بضع سنوات مع العديد من أصدقائه حيث تم حبسي في كوخ وتعرضت لسوء المعاملة وهذه كانت إحدى التجارب الحاسمة لأنني رأيت جدة الكبرى المتوفات التي لم أكن أعرفها كنت في السابعة من عمري وحدث ذلك خلال الوقت الذي كنت محتجزة فيه في ذلك الكوخ لساعات وتلقيت منها تعليمات واضحة جدا من عالم الأرواح حول كيفية التصرف من أجل النجاة من هذا الموقف كنت أخشى أن تحدث أشياء أسوأ في هذا العالم إذا لم أحتفظ بهذا لنفسي وأخبر والدي لقد قدمت تلميحات في بعض الأحيان وحاولت الحصول على المساعدة ولكن دون جدوى ولكني كنت كلما شعرت بالسوء حقا أشعر كما لو كانت هناك قوة عليا أو نوع من الاتصال بعالم الروح الذي لا يختفي أبدا لقد شعرت بالحماية لوجود تلك القوة وكنت أدرك دائما أن هناك ما هو أكثر بكثير من هذه الحياة لذلك لم يكن لدي تعريف للدراما أو لمشاكل معينة مثل الأطفال الآخرين في عمري وفي الوقت نفسه كنت لا أرتاح تماما في التجمعات وأشعر وكأنني غريبة هناك وأنني لن أندمج حقا في هذا المجتمع مما أدى إلى الشعور بالوحدة في كثير من الأحيان وأن معظم الناس لن يفهموا ما أشعر به أو ما أدركه حقا أصبحت دائما مفتونة بالموت كثيرا مما أخاف الآخرين بالطبع عندما كنت طفلة كنت أرغب في أن أصبح عاملة دفن الموت وأن أحضر الحيوانات الميتة إلى المنزل وأدفنها لقد كانت علاقة حب وكراهية مع الموت في نفس الوقت والتي أردت أن أفهمها لأنني أشعر بالراحة والأمان معها ولكن من ناحية أخرى كان علي أن أنسجم مع هذا المجتمع والعالم الطبيعي أدى ذلك إلى الشعور بالتمزق الشديد في الداخل واستغرق الأمر سنوات عديدة حتى لم أعد أعتبره عبءا بعد الآن الشيء نفسه ينطبق على الأشياء التي شعرت بها من خلال أشخاص آخرين أو عالم الروح وبسبب تلك التجربة ومنذ السابع من عمري أصبحت حواسي حادة للغاية لدرجة أنني كنت أدرك ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به تجاهي وتمكنت من معرفة ما إذا كان الرجل يخون زوجته مثلا وأدركت الظروف العائلية لأصدقائي وبدون ذكر لهذه الأشياء رأيت وشعرت بكل شيء إنه مثل اهتزاز طاقي بين الناس إذا رأيت مثلا شخصين في غرفة واحدة فيمكنني رؤية الطاقة بينهما يمكنهم أن يكونوا لطيفين مع بعضهم البعض كما يريدون أشعر بذلك أو أعرفه بالأحرى لقد تم شحذ حواسي تجاه كل ما يأتي على شكل عنف أو إساءة أو تفكير سلبي وهذا على ما أعتقد بسبب الصعوبات التي كان علي تحملها إلى حد ما كان علي أن أقوم بتقييم هؤلاء الجنات بنفسي من أجل التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة والبقاء على قيد الحياة مما جعلني أتعلم كيفية قراءة الناس وكذلك عالم الروح وأستشعر المتوفى بجوار الناس على سبيل المثال وكان ذلك أمرا غامرا للغاية بالنسبة لطفلة وتعلمت في وقت لاحق من حياتي كيفية التعامل معه كنت أسمع هذا الصوت ولكن من الداخل وهو أشبه بأفكار داخلية كنت أعلم أنها ليست لي وهكذا عرفت كيف أتصرف وكيف أتواصل مع الجنات حتى أخرج بأقل الأضرار الممكنة وهذا نجح بالفعل لقد نجوت لأنه كان لدي اتصال وثيق جدا بعالم الأرواح واتصلت به طوال طفولتي وشبابي وقد تطور بعد ذلك بشكل أكبر أعتقد أن هذا الارتباط جاء بشكل طبيعي تماما وكان قويا جدا خاصة أثناء الطفولة بدى الأمر وكأنه أفضل صديق لي وكنت أحصل على بعض المساعدة من عالم الروح في كل الأشياء في الحياة اليومية لقد شعرت في الواقع بأنني أكثر ارتباطا بعالم الروح من هذا العالم لم يكن الأمر أصعب بالنسبة لي حتى سن البلوغ لأن هذا هو الوقت الذي يرغب فيه المرء عادة في الانضمام إلى مجموعات وبدء الصداقات والعلاقات كان متوقعا مني أن أكون أكثر حضورا في هذا العالم من العالم الآخر وكانت تلك أيضا المرة الأولى التي أبدأ فيها بالتخلص منه بوعي لأنني لم أعد أرغب في إدراكه حينها كان لدي انطباع بأن عالم الروح يفعل ذلك بي ويجعلني أشعر أكثر من اللازم لذلك حاولت تخدير شعوري وأن أبتعد عن كل ذلك ولكني عدت للعيش معه مجددا في الأساس فعلت ذلك بين الحين والآخر لقد اتبعت الطريقة النموذجية لدراسة إدارة الأعمال والعمل في وكالة إعلانات وعدم التعامل مع الطاقة بهذا المعنى حاولت أن أكون صارمة وأن أركز على مسيرة المهنية لكنني لاحظت أنني أشعر بالغثيان كلما أبعدت نفسي عن عالم الروح كثيرا أصبحت أما في الرابعة والعشرين من عمري ومع ولادة ابني الأول عاد كل شيء شعرت بالرغبة في الموت مرة أخرى أثناء الولادة على الرغم من عدم وجود حالة طبية طارئة وهذا بسبب الألم الذي شعرت به لقد قمت بقمع كل شيء حقا في ذلك الوقت ولكنه عاد إلي كانت الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة محبطة للغاية بالنسبة لي لقد بحثت عن الدعم الاحترافي من المختصين لمعرفة ما الذي ظهر على السطح مرة أخرى وتحول هذا إلى خضوع لعلاج الصدمات لمدة أربع سنوات حتى أتمكن من تعلم كيفية التعايش مع الماضي وتحدثت مع والدي حول هذا الموضوع ونشرت قصتي للعامة وعالجتها على مدار أربع أو خمس سنوات وبعد علاج الصدمة هذا عادت كل تصوراتي وكذلك جميع مواهب المخفية التي حاولت إنكارها لحوالي عشر إلى خمسة عشر عاماً لقد عادوا عندما كان عمري حوالي الثامنة والعشرين ثم بدأت البحث لمعرفة ما يمكنني فعله بها وهنا قررت أن أقدم جلسات وساطة فردية وقدمت أيضاً ندوات يأتي معظم العملاء إلي لأنهم في حالة حداد ويبحثون عن وسيلة اتصال مع شخص متوفى وأعرف مسبقاً في أغلب الأحيان اسم المتوفى الذي يريدون الاتصال به ألاحظ الانفعالات في جسدي ألاحظ كيف تتغير شخصيتي وأرى صوراً داخلية من عالم الروح ليست من ذاكرة الخاصة وهكذا أعرف أنني أستعد للجلسة التي على وشك الحدوث وبمجرد وصول العميل نجري محادثة قصيرة وأشرح له كيف أقوم بعملي أتواصل مع الشخص المتوفى في عالم الروح وأطلب منه أن يخبرني عن حياته وكذلك أن يرسل رسائلاً إلى العميل قد تكون مهمة أتحدث لمدة 45 دقيقة تقريباً عن كل ما أراه من الصور إلى المشاعر والذكريات والرسائل إلى العميل في النهاية يمكن له أن يطرح سؤالين أو ثلاثة وذلك إذا صارت الأمور على ما يرام في جلسة الشفاء حيث يشعر العميل من خلال داخل جسده أن هذه المعلومات لا يمكن أن تأتي إلا من المتوفى وبشكل مثالي يتم إعطاء الكثير من التفاصيل التي لا يمكن لأحد أن يعرفها وهي عبارة عن رسائل خاصة جداً مثل الذكريات التي يتشاركها الإثنان فقط دوري في هذا هو جلب الشفاء لهذا العالم من خلال إظهار أن الحياة لا تنتهي بالموت وهنا يسأل مقدم اللقاء نينا سؤالاً هاماً عندما يتعلق الأمر بالإدراكات التي لا تشمل الحواس الجسدية الخمس فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية إبعاد أشكال التفكير الخاصة بالفرد عن الأشكال والتصورات الخارجية كيف يمكنك التأكد من أن تصوراتك تأتي من واقع موضوعي غير مادي ولا علاقة لها بأفكارك وعالم خيالك وتجيب بطبيعة الحال فإن الإدراك الخارجي يمر من خلال إدراك الفرد ولا زلت أنا التي أقول الكلمات بعد كل شيء ولكن عالم الروح يحب العمل مع ذكرياته الخاصة في الأساس يتعلق الأمر بالكثير من التمارين في البداية كان لدي الكثير من الاتصالات مع العملاء لإغراض التدريب حيث كان الشخص يقول نعم هكذا كان الأمر وفي وقت لاحق بإمكانهم أن يتأكدوا ويخبروني كيف كان الوضع حقا وكيف وقع الحادث بالتفصيل وما إلى ذلك وهكذا أعرف ببساطة أن تصوراتي جاءت من عالم الروح فعالم الروح لا يحتاج إلى وقت كل ما يستغرق وقتا هو خيالنا كلما زاد تفكيري في شيء ما كلما عرفت أن هذه هي أفكاري الخاصة ولكن كلما كنت أسرع أصبحت أتحدث بسرعة جنونية مع جهات الاتصال في الحياة الآخرة ولذلك أوصي دائما العملاء بتسجيل كل شيء لأن معظمهم لا يستطيع مواكبة سرعة الحديث هنا أكون متأكدة تماما من أن هذه ليست أفكاري الخاصة لأنني ألتقط الشعور الأول الصورة الأولى التي ليس من الضروري أن تكون ذات معنا بالنسبة لي أحرص على تمرير ما يقدم لي دون التساؤل عما إذا كان منطقيا أم لا أو ما إذا كان يناسب العميل أم لا يجب أن تكون الرسالة فورية قدر الإمكان أي أول ما يظهر لي وفي كثير من الأحيان أشعر بالحدث بالفعل حتى قبل أن يطرح السؤال عالم الروح يعرف ما أريد أنا أو العميل أن نسأله يبدو الأمر كما لو أن الصورة تنهمر علي خلال أجزاء من الثانية الجزء الصعب هو أن تقرر أي صورة هي المهمة حقا وأيها ليست ذات معنا بالنسبة للعميل أما بالنسبة لي شخصيا فالتحضير مهم حقا كلما زاد اهتمامي بأفكاري مسبقا كلما شعرت بالسوء جسديا وكلما ازدادت المخاوف أو المواضيع التي أتعامل معها بمفردي كلما أصبح من الصعب إيقافها أثناء الاتصال وترك أفكاري الخاصة من المهم جدا بالنسبة لي أن أخصص بعض الوقت لنفسي حوالي نصف ساعة حتى أتمكن من إيقاف أفكاري وبمجرد خروجي إلى المكتب أكون قد أوقفت المواضيع الخاصة بي وأترك كل ما يميزني خلفي بوعي وأستخدم شيئا مثل التقوس لذلك كلما أدخل هذه الغرفة هنا أتبع نفس الإجراء دائما وأدخل بعض الهواء النقي وأصلي داخليا حيث أطلب الشفاء لجميع المشاركين لي وللمتوفى وللعميل ثم أتخلى عن كل أمنياتي لعالم الروح وكل شيء قد ترغب ذاتي في رؤيته كنتيجة أنا مجرد قناة كل ما يراد قوله سيقال ولا أستطيع أن أساهم فيه أكثر ولا أقل فقط مترجمة في الأساس ولا أفعل الكثير حقا كل ما في الأمر هو أنني أفتح نفسي لكل ما يريدون قوله سأذكر لكم مثالا عن ذلك وهي قصة مذهلة أثرت فيي حقا كان هناك حادثة حصلت مؤخرا لشابة تعرضت لحادث دراجة نارية وتوفيت كانت عائلتها دائما ضد ركوب الدراجات النارية وكانت الشابة نشطة للغاية وذات شخصية جذابة في أوائل العشرينات من عمرها وأمامها حياتها كلها وقد أنجزت الكثير بالفعل لقد أثرت فيي شخصيتها حقا وكانت عائلتها التي أتت إلي تشعر بغيابها في الحياة اليومية خاصة بسبب طبيعتها المفعمة بالحيوية والحب الذي جلبته إلى العالم لقد افتقدوها بشكل لا يصدق ولم يتمكنوا من التعامل مع هذه الخسارة على الإطلاق وأيضا بسبب الذنب فمن الواضح أنهم لم يكونوا مذنبين ولكن لأنه كان حادث دراجة نارية فقد ألقوا اللوم على أنفسهم لعدم منعها وسألوا أنفسهم ماذا كان سيحدث لو لم تقودها كان موضوع الدراجة النارية يمزقهم وعندما تواصلت مع تلك الشابة توقفت عن الحديث عن تفاصيل حياتها بسرعة كبيرة وقالت عليك أن تتحدث عن الموت عادة ما يكون إجرائي هو أن أتحدث كثيرا عن الحياة نفسها ثم أتحدث عن سبب الوفاة ثم تأتي الرسالة لكن الأمر لم يكن يتعلق بي وبإرادتي لذلك أظهرت لي هذه الشابة بعد عشر دقائق أنه يجب علي أن أتحدث عن وفاتها لقد شرحت ذلك للعائلة وأنها إرادتها وخاصة بالنسبة لها أعطتني الشابة انطباعا بأنها كانت تريد التجاوز واصطدمت بالشاحنة وجها لوجه بدأ سبب الوفاة رهيبا جدا بالنسبة لي لكنها أخبرتني أنها رحلت على الفور ولم تلاحظ الكثير عن عملية الموت لقد أظهرت لي أنها تمكنت من العودة إلى الوطن في واحدة من أجمل لحظات حياتها ما زلت أشعر بالقشعريرة عندما أتحدث عن ذلك لأنه لامسني وأثر فيي كثيرا أعطتني الشعور بأن هذا الموت كان مطلوبا منها لم تكن تريد أن تموت في أي لحظة أخرى سوى تلك اللحظة لأنها أرادت أن تفعل شيئا تحبه كثيرا الطريقة التي أخبرتني بها بذلك والطريقة التي تمكنت بها من إخبار كلماتها أثرت حقا في عائلتها أيضا لأنها هي الوحيدة التي يمكنها صياغة الأمر في كلمات كهذه وهذا أيضا أراحهم من الشعور بالذنب واختفت كل تلك الأفكار السلبية لقد شعروا أنها إرادتها على مستوى آخر على مستوى الروح من الواضح أن روحها المتجسدة لم تكن تريد أن تموت في تلك اللحظة ولكن إذا علمت الروح أنها لن تبقى في الجسد من العمر 160 عاما بل 20 عاما فقط فسيكون هذا هو الموت الذي كانت ستختاره فعليا على مستوى الروح كان ذلك مقدرا بطريقة ما لقد تأثرت حقا بهذا لأنني أدركت أن الأمر ليس في وسعنا هناك أشياء كثيرة تحدث على مستويات أخرى والتي لا يمكننا نحن كأفراد صغار التأثير عليها ما زلت أشعر أن هذا الحب الصاحق والحماسة من تلك المرأة الشابة باقيا في داخلي بالكاد أتناول أي اتصالات أو مواضيع من هذه معي في حياة اليومية ولكني ما زلت أشعر بها في بعض الأحيان لقد أظهرت لي الكثير من الشجاعة والاستمتاع بالحياة وأنه يجب علينا في الواقع الاستمتاع بكل يوم والاستفادة من هذه الحياة قدر الإمكان لأن الحياة كانت رائعة بالنسبة لها ولا تريد أن تعيشها بأي طريقة أخرى أنا على قناعة تامة بأننا جميعا متأثرون بشكل أو بآخر بعالم الروح ولكن كل ما في الأمر أنه ليس الجميع على دراية بذلك إلى حد بعيد أعتقد أننا كنا أكثر ارتباطا كأطفال وكان لدينا وعي أكبر بعالم الروح في ذلك الوقت ولكن مع السنوات التالية من مرحلة البلوغ يتم تدريب هذه القدرة بعيدا أو لا نعد منفتحين عليها بعد الآن وفي بعض الحالات خاصة بعد الخسارة يمكن للأشخاص الذين لم يتعاملوا مع الوساطة من قبل أن يبدأوا في الشعور بها ويتلقون إشاراتا من المتوفى ويرتبطون بعالم الأرواح نحن متأثرون من داخلنا أعتقد أننا محميون بهم في عالم الأرواح فيما يتعلق بخطة حياتنا من الواضح أنهم لا يستطيعون تغيير كل شيء من حولنا ولكن يمكنهم محاولة دعمنا في خطة حياتنا يمكنهم إعطاؤنا إشاراتا في الاتجاه الذي يجب أن نستمر فيه أو يمكنهم منحنا الشجاعة أو زيارتنا في أحلامنا ومساعدتنا في معالجة أشياء معينة وأحيانا يرسلون إلينا أشخاصا أو ظروفا معينة حيث نتساءل كيف حدث ذلك هذا هو بالضبط الموضوع الذي كنت أتساءل عنه والآن ألتقي بشخص يتحدث عنه لذلك أنا بالتأكيد شهدت الحب والدعم من المتوفين هؤلاء الباقين معنا حتى في حياتنا اليومية ليس كل يوم بنفس الطريقة ولكن إذا انفتح المرء على ذلك العالم فيمكنه الشعور به بشكل أقوى بالنسبة لي لا توجد أرواح شريرة لأنه ليس هناك ازدواجية في عالم الأرواح بل هو شيء من صنع الإنسان ولكن حتى لو قمنا كبشر بشيء سيء فهذا مرة أخرى تقييم بشري بالطبع هناك أشياء ضرة وغير إيجابية هنا في هذا العالم لكنني لا أعرف أبدا طفلا ولد شريرا لأنني أنظر إلى الروح دائما يمكننا رؤية الروح بسهولة في الطفل وهي غير متحيزة وغير متشكلة في تلك المرحلة أعتقد أننا بمجرد أن نموت ستزول أحكامنا هذا هو رأي لم أكن خائفة أبدا من عالم الأرواح في بعض الأحيان قد أشعر بعدم الارتياح إذا أظهر لي الأشخاص المتوفون أشياء من حياتهم على سبيل المثال إذا فعلوا شيئا سيئا أو إذا جلبوا أشياء شريرة إلى العالم أو إذا ألحقوا الضرر بشخص ما فقد مررت بذلك أيضا لقد اتصلت ذات مرة بشخص أخذ حياة شخص آخر ولم أشعر بالارتياح بشكل واضح لأنني شعرت في جسدي كيف كان هذا الشخص في ذلك الوقت عندما كان على قيد الحياة يمكن للمرء أن يفسر ذلك على أنه روح شريرة ولكني ما زلت لا أربط ذلك بالروح ولكن بالحياة نفسها التي عاشها ذلك الإنسان وبالحديث عن الشر فقد توفي جدي عندما كنت في الحادية عشرة من عمري بعد ذلك كنت ألاحظه كروح بين الحين والآخر في منزلنا لقد أخافني كثيرا في البداية بسبب الأحداث السلبية التي حدثت معه لذلك أخافني عالم الروح نفسه في تلك المرحلة لأنه بمجرد أن شعرت بطاقته ربطتها على الفور بذكريات الإساءة والعنف الذي حدث لي ولكني لا أعتبره روحا شريرة بالرغم من ذلك في وقت لاحق من حياتي عندما انتهيت من علاج الصدمات وعالجت كل ما حدث لي كان جدي يأتي في كثير من الأحيان من خلال الاتصالات على سبيل المثال من خلال طلاب الذين اتصلوا به ولكنهم لم يعرفوا من هو ولم يعرفوا هذه القصة أيضا وكان ذلك دائما مبهرا للغاية لقد أظهر نفسه من خلال هذه الصفات السلبية حتى أتمكن من التعرف عليه كجدي من جهة أمي وليس من جهة أبي لأنه لدي جد آخر في عالم الروح إذا قال أحدهم مثلا أن جدي هنا وهو يشعر بالرضى فلن أتعرف عليه لذلك كان عليه أن يظهر نفسه وكيف كان خلال حياته لكن عندما يتعلق الأمر بالرسائل أظهر لي جدي جانبا مختلفا تماما منه لقد أظهر لي ما عاشه في طفولته تعرض هو نفسه للعنف وسوء المعاملة وأشياء سلبية للغاية لقد نشأ بقسوة ولم يعرف إلى أين يتجه مع هذا الصراع الداخلي بالطبع هذا ليس عذرا لما فعله بي لكنني كنت قادرة على الشعور بالتعاطف معه وما زلت أشعر بالارتباط به على مستوى الروح لقد اعتذر عدة مرات عما فعله وإلى جانب ذلك قد يبدو الأمر غريبا لكنني مقتنعة بأن الضحية والجاني لديهما نوع من الاتفاق على مستوى الروح هذا لا يعني أنني أردت حدوث ذلك لي أعني أنه قبل تجسدي فكرت في أشياء معينة على مستوى الروح ولماذا يجب علي تجربتها؟ ربما من أجل مساعدة الآخرين لا أريد أن أجد عذرا لأي من تلك الأشياء الفضيعة التي تحدث في هذا العالم وهذا لا يعني أنني لا أريد منعها أعتقد أنه من مسؤولية الجميع أن يعامل الآخرين بشكل جيد حتى لا تحدث تلك الأشياء السيئة وأعتقد أيضا أن هذه الأمور لا تنتقل إلى عالم الروح لقد أظهر لجدي أنه كان عليه أن ينظر إلى المواضيع المحددة التي جلبها في حياته حتى أنه كان عليه أن يعيد إحياءها من وجهة نظر البعد الثالث هذا يعني أنه يستطيع أن يشعر بألمي ويستطيع أن يرى ما فعله بي أعتقد أن عيش الأشياء الجيدة أو السيئة التي جلبناها إلى هذا العالم هو عملية الانفصال عن هذه البنى العقلية والعطفية التي كانت لدينا لكن النفس في عالم الروح ليست جيدة ولا سيئة يمكن للمرء أن يرى أنه حتى أنا باعتباري وسيطة يتعين عليها التعامل مع الموت والعلامات من عالم الروح بشكل يومي أنه لدي مشاكل أحيانا في التعامل معه وأشعر بالحزن وأفتقد والدي بنفس القدر ولكن بعد ذلك لدي تعليقاته الساخرة والمضحكة حول هذا الموضوع كان أحيانا يمزح معي في هذه الحوارات ويقول هيا توقفي عن افتقادي إلى هذا الحد فأنت تعلمين أنني هنا كما كانت تعليقات العملاء هي أن تلك الرسائل أصلية ومؤثرة بشكل لا يصدق إن المصادفات غير موجودة بالنسبة لي كل شيء هو طاقة متدفقة كل فكرة وكل قرار يثير رد فعل ولذلك بهذا المعنى لا توجد مصادفات في رأي العلامات والرسائل من عالم الروح موجودة في كلتا الحالتين لكنها بالنسبة للكثيرين غير مرئية بسبب ارتفاع الأصوات والحياة اليومية والانحرافات بشكل عام ولكن في الأيام التي لا تكون فيها عوامل التشتيت كبيرة يمكن للأشخاص الذين يتأملون بانتظام وليسوا مشتتين أن يشعروا بالإشارات من عالم الروح في الحياة اليومية بشكل أقوى بكثير فهم لا يحتاجون بالضرورة إلى الوسيط لأنهم أكثر ارتباطاً إن الوسيط بالأحرى للأشخاص الذين لا يشعرون بالهدوء ويحتاجون إلى جلسة شفاء ويمكنهم أيضاً دعم المتوفى من حيث التواصل نظراً لأنه ليس كل متوفى حاضراً دائماً أو من النوع الذي يعطي أكبر عدد من الإشارات لأن الشخصية الرئيسية هي الباقية وبالتالي فإن التواصل ليس دائماً هو نفسه مع كل متوفى مع البعض يكون الأمر أسهل وهناك حالات لا يمكن فيها إجراء أي اتصال في رأيي الموت هو عملية طبيعية مطلقة للعودة إلى الوطن لقد حجزنا هذه الرحلة على الأرض تجسداتنا هذه قبل حياتنا واخترنا هذه الحياة ولكنها رحلة نعود بعدها إلى وطننا وإلى أصولنا سنكون متصلين مرة أخرى بكل المعرفة التي كانت لدينا قبل المرور عبر نفق النسيان عند مجيئنا إلى الأرض من أجل إجراء التجارب هنا وإحضار أشياء معينة إلى هذا العالم والعودة في النهاية إلى الوطن عند نقطة ما لا يمكننا أن نتذكر إلا إلى حد ما من أين أتينا لدى البعض رؤى أكثر من غيرهم حتى عندما يتعلق الأمر بالحياة الماضية أو بهدفنا على الأرض يبدو الأمر أننا مررنا بنوع من نفق النسيان قد يبدو النفق سلبيا أو مظلما ولكنه بالأحرى عملية نسيان نمر بها جميعا بعضنا أكثر وبعضنا أقل من البعض الآخر وهذا حتى نتمكن من أخذ هذه الإزدواجية على محمل الجد في المقام الأول ومن القيام بتجارب ربما لن تكون منطقية دون جانب النسيان لقد قمت بتأليف كتاب بعنوان التحدث إلى السماء في عام 1998 عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري ولكن تم تقييده ولم أنشره حتى عام 2019 وكتبت أول كتاب رسمي لي باللغة الألمانية بعنوان السيدة الوسيطة الشجاعة هي الخطة ونشرته بنفسي عام 2016 وهو متاح حاليا ككتاب إلكتروني فقط ويتعلق محتواه في الأساس بوجهة نظر هذا العالم والعالم الآخر حول الحزن وأنا حاليا في خضم بعض التغييرات الجذرية في حياتي سأستمر في تقديم الندوات والمحاضرات والدورات في ألمانيا لأنه من المهم بالنسبة لي أن أظل موجودة هناك من وقت لآخر لكن مركز حياتي سيظل في مايوركا في الوقت الحالي أيضا من أجل إعادة شحن روحي وتقديم بداية جديدة ربما ستتبعها كتب وأفكار جديدة وأشياء من هذا القبيل وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لمن أراد الاطلاع على صفحة نينا هيرتسبرغ وقناتها الرسمية فهي في صندوق الوصف شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة